السلام عليكم ليشاف معكم الشاف وعليد ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لا بس رجعت لكم اليوم بهذا الارسات اللي على بالي بليك حاجة سامكل حاجة سهلة بتحليم احبب ان مدلكم افكار مدلكم نصائح بشتولوا تنجحوا في هذا القطو وتديروه وتنجحوا كامل فيه هال الكيكا طريقة بسيطة مقادر توحى متواجدة فيكم البيت نقول لكم تبعوا معي طريق التحضير ومقادر الوصفة اول حاجة نقول له بسم الله كما راكم تشوفوا معي ناخد تقريبا 8 حبات على البيت البيت يكون متوسط ووزن الحبات على البيت تقريبا 55-60 قرام لا تكون صغيرة وما تكون كبيرة فريمو تكون بين 55-60 قرام هذه البيضة يسموها البيضة المتوسطة خيارتهم كامل كيف كيف لا خيارتهم صغيرة كبيرة بش جينواز تحكم يجيكم ملاحة اليوم احديكم طريقة مختلفة شوية لهذه الجينواز على بري بحتي نتحو فيها القاعدة وش تقول في كل حبات على البيت 30 قرام فارينة 30 قرام سكر تبعوني ملاحة لا يوجد ميزة تتلكون بالكاس 8 حبات على البيت درت كاس يكون معمر ملاحة السكر حجم الكاس المستعمل اليوم 220 مليلتر ودرت هنا يا 8 حبات على البيت سافك 240 قرام سكر و 240 قرام فارينة سيبون حتى لا يوجد كل شيء مفهم كل حبات على البيت تقابلها 30 قرام فارينة 30 قرام سكر هذه قاعدة التي تتعلمها الدخول 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 يعلمكم هذه القاعدة بالنسبة للجينواز 30 قرام في حبات على البيتسكوي رولي في كل حبات على البيت تقابلها 25 قرام فارينة 50 قرام سكر لكن في حبات على البيت تقابلها 30 قرام فارينة 30 قرام سكر هذه قاعدة مفرغة منها و تقابلها قليلا تقابلها حتى هنا نفهمتوني كامل تقابلت لكم بالكاس لكي لا يوجد ميزة نحتاج تقابل 8 حبات على البيت يكونوا متوسطين انا احب نسيباري بها هكذا شوفوا لكي لا نقعد من البيضة البيضة تم تم حب نخدمها هكذا غسلتي دية مليحة لديكم يكونوا مخصولين جيدا ورفضوا الصفر شوفوا شحل طريقة سهلة لكي البيض لا تكون في حتى قطراتها صفر يكون يقعد غير بايد وحده كي يكونوا نسيباري في الصفر عن البيض من ذلك يطيح شوية صفر بعدها يقعدين نحفيها بالمغرفة لماذا؟ فقصوه كامل هكذا فقصوه كامل هكذا ورفضوا الصفر طريقة جد سهلة وبسيطة تانيك نفصل كامل الصفر بعدما فصلت الصفر وحده والبيض وحده سنقوم بعمل الجنواز اليوم للمطيح لكمش كامل يعني متأكد مئة بالمئة انا اكون اضعوا وصفة يعني متأكد باللي تنجح على أجل هادية هكذا درس نأخذها دكتمانية حبتها ببيض هكذا نطلحهم بالباطرت قريبا 10 دقائق لا تقوم بسكر السكر تلكمكس يكون معا مرة عقدة والذي عنده ميزة يدين 240 قرام سيبون هكذا بدأت نطلح في بيض البيض قريبا 10 دقائق غير ما طلعتوا بالباطرت ولا بالباطرت ابدأوا بالسكر غير بالعقل غير بالعقل غير بالعقل غير بالعقل حتى تكملوا هكذا الكاس كامل على السكر هذه هي القاعدة تعجي نواز لازم هكذا البيض يقعد محافظ على القاوة متاعه يقعد مهوي طالع لا تحبطوا شيء وليسايا يقعد محافظ على القاوة غير بالعقل السكر غير بالعقل غير بالعقل حتى تكملوا هكذا الكاس كامل انا نسرع شوياتها فيديو حتى لا يأتيش طويل بالعقل انا نكمل كامل كمية السكر بعد كي طلعتوا بها السكر نبدأ أن نرمي بالحبة السفر للبيض بالحبة و ندور بالحبة و ندور حتى نكمل طريقة اشتوش البسيطة لا تقوم بعمل الصافر و البيض و تقعدوا تدوروا و يقولوا لي لا أريد أن يخرج من المليح صديق حتى نسيت لا أقول لكم شيء البيض كان يدارة تحرر الغرفة لا يوجد تلاجة و أجبته إذا كان في تلاجة عندكم و أجبته يجب أن يكون دعوه في المطبخ حوالي نصف ساعة حتى تستطيع أن يخرج لا يخرج لا يمكن أن يكون بالهدف بالحبة يجب أن يكون تقوم بإمكانك من البيض بدأت طلبوا و حتى تقوم إلى كل ، نرى و الاقوة تقوم بعمل الصيف و تقوم بعمل الصيف لظائح میں و دعوه و تصديق و تتقوم بالتنقل رأيان لم تقوم بعمل الصيف والصيف رأيان كيف يأتي بعمل الصيف يجب أن يجيكم هذا يجب أن تكملونه وراء في عادة ليس تخلطون حقاً وضعون ملع من الممكن نبدأه في الصفار وحصلوا عن 1 ساعة وعندوقع بخصوص الفارينة لدي 240 كرام الفارينة تعنيك الكاس يقتلكم 220 مليل لتر كيزن الفارينة يزن لي حاجة تقيلة 150 كرام توقيت 150 كرام وزن تهناي 90 كرام وشوية طالبانية وفقهم شيئا طالباني ونغرب على الجهه تحبوا تغربوا بشوية وتخلطوا تحبوا تغربوا على جهة وتخلطوا أنا أعرفتها لما يطغطتها كما نعمل نخدم نرمي كامل الفارينة على جهة ونبدأ نخلط لكنها لازم نكون رابيد لا تبدو تخلطوا غير بالعقل لازم تكونوا منبت غيرها تكونوا خلطوا هذه الفارينة شغل تكونوا فيتاس دقوا هكذا يشوفوا خلطوا من تحتها وطلعوا أحبطوا للوسط الوسط فريفية وإذا الفارينة ما زالها لسقال تحتها كامل ولكن الفارينة غير ما تحطوها تحبط دائما إلى تحتها دقوا هكذا تطلعوا في الفارينة لذا غير بالعقل في اليكوتي سوف نقول لكم لا تخلطوش بزاف غير ما تشوفوا الفارينة ما راه يشتبه لحبسه سوف تخلطوه بزاف رح تضحلكم النابات جنواز نرمانون تنجح لكم بهذه الطريقة لكن ليس سهل وعراء كامل سهل جدت هذا المول اللي يدخل للسركل هدايا في الوسط الفور شريته وقل 25 ألف عندها بزاف عز وقل 25 ألف لقد شريته ذلك حتى تحصلت بزاف 3 سم العز وقلت بزاف 3 سم فقط تدخل التلفل وقلت من الحصول لتدخل التلبية عن الزبدة لتطلع التلفل فقط ترى فقط تدخل لفورد يتسهل مدينة بعد ويسرلوا الفورد ولم تتعلمون شغل الشغل واسعون شغل مدينة البيسكوتي اخذوا البيسكويل وكنت تعلونه من فوقه يجعلون طبقة من فوقه لا يجعل العجينة بوسي لا يجعلها تظلع بعد ان تخرجوها تفشل لكم في الفرن دائما نردد ونقول الجنواز الطيب على درجة حرارة الفرن قليلة جدا 140 دراجة من ساعة حتى ساعة واربعة لا تخافوا كامل منها لا تفتحوا لها الفرن وكانت الطيب على 140 دراجة مفتحت لها كامل الفرن وحد الساعة ساعة واربعة هي ساعة واربعة فتحوا الفرن وكنتراجدها لا تفتحوا لها كامل اذا الجنواز طيبتها تخرجوها شايفة أمسها في البلد و لكن لم تجدها لا تقوم بتصفى بإضداء ضابط فرعها دعوها بلائق لا تنسواها كامل لا تفتحوا الفور حتى الثالث ساعة أو عشر دقائق كناصيحة لكي لا تقولوا لماذا حدثت الناس عادة هي وتأتي عالية وتأتي ما شاء الله خرجتها من الفور و نحيتها في سربيتها و غطيتها و خليتها تبرد من جهة أخرى 250 جرم سأقوم بها سهلة لا أريد أن أقوم بها لكم بالبيد لأنهم قالوا لي كثيرا لا يأكلوا البيد لطريقة لا تنجح لهم مئة سهلة تانيك بالبيد مئة سهلة تانيك سهلة 250 جرم الزبدة فلوريال دربتها ثلاث دقائق بالباثر حتى تولي لون تحق أبيض لماذا أقوم بها قريبا 6 ملاعق أكلتها سكر ناعم ثلاث ملاعق أكل سكر ناعم نخلط جيدا حتى نرى سكرتها لا أحد من بعد نضي 3 ملاعق أكل سكر ناعم سفي كلش 6 ملاعق أكل يكونوا عمري ملاحة سكر ناعم هذا ما كان لا تديروا بيت لا تديروا سيرو فوق النار لا تقولوا لي للمعادناش تيغموا ماتخ حتى ساعتكم بمزة كلمة الزبدة هنا ساعت سكر ناعم هناك خطوة إضافية لا تقوم بها من الفيديو لا تقوم بها من خطوة هذه لا تقوم بصور ثلاث ملاعق أكلتها الحليب حليب يكون بارد ثلاث ملاعق أكلتها الحليب وخلطوه جيدا الحليب سوف يمجلها ملمس ومنضر ثلاث ملاعق أخرج لكم قوامتها كلمة الزبدة خلوها بداع شهارة الغرفة تحكم شوية روحها ولوضوها في الثلاجة وضع قريبا تقيقة لا تقوم بها الزبدة نحكم 100 غرام شوكولة أريد أن أقوم بها شوكولة كما جاءت العادة شوكولة كنت أفهمتكم تحكموا كسرونة وضعوا فيها شوية الماء لازم هذا الماء لا يقص لكم هذا الماء يكون فوق الشوكولة وهذا الماء يجب أن يكون بارد لأنه غلطة يديرها بثاف يستخنوا الماء وضعوا الشوكولة بعد ذلك شوكولتكم تتجمد كامل ثلاث ماء كما بارد بارد عادي 100 غرام شوكولة بالحال تحبوا تديروا شوكولة تساودة الأمر يرجع لكم بعد ذلك نحرك هذه الماء تتبخر غير بالعقل وأنا نحرك شوكولتها الدبلة عادة لا يمكن أن تقوم بطولة ديبة فهمتوني شوفوا الدبلة لكم شباب وتعنيك لازم تديروا غير ما تشوفوا هذا تنحيوها من فوق النار ولكن الشوكولة عندها درجة معينة لو كانت تديروا بالحال بالحال لا تديروا 37 دراجة شوكولة تساودة 38 دراجة شوكولة تبايدة لا تديروا 33 دراجة كما قرناها يقول لك شوكولة إذا تقوم بطولة شفر لا تديروا تتفسد لكم فهمتوني غير ما تشوفوها لا تديروا تخلطوا ولكن ستتفسد لكم غير ما تديروا نحيتها من الزبدة وترجعت كل شيء كيف كيف هاك دولة عندي كريمة الزبدة يدوق الحالب لكن انا تدرت لها شوكولة لذلك استعملت شوكولة بالحالب تحبوا تديروا شوكولة سوداء الأمر نرجع لكم من جهة أخرى نحن نحضر السر البيسكوية تبايدة ملاحة لازم تبايدة ملاحة لا تقطعوها حبيت ندير اليوم سيرو كافي يكون السخون بزاف مع جمال ملاعق أكل سكر وخليتهم هنا يضب برثهم ملاحة وجدت لك سخيتها الكافي هذا ما كان تحبوا الطيب و سيرو ديروا كيسان ما مع نسك السكر بعد كي يغلي بدلت تحسبوا لجوش تقايق ونحيوه كي يبردوا لك سخيلي تحبوا أنتم مضاني بيستاش أي نوع سنة اليوم أحبت نديرها دوق تعويس موتع قهوة جمال ملاحة سيرو غير ديروا كمية كبيرة كنت تدرت شوية لكي نوري لكم ثم ديروا سيرو ملاحة تقريبا شكيسا مع شوية سكر خلوه يغلي بعدها بخلوه يبرد واشتربوا بهذه الكيكة لكيكة لكي تكفيكم لا تقعدوا على شكل فتح هنا الكيكة كيلتها بيستاشر تحا ثمانية سنتيمتر سوف يكون ثمانية سنتيمتر نقسمها على أربعة سوف يكون شك كيما يقولون دو ويرا نضيها زو سنتيمتر هكذا كنت نتراسي قبل كينا ما يعرفوش نرمال تراسيو قبل هكذا يرحو قباله تراسيو بعدها تديروا الموس ها سيبو شكتو كتراسيت بعدها كتراسيت بديت نمشي هكذا شوفو تتنحو حدها طو سمبل هذا ما كان شوفو ايش حرجة تسعبه بركة هنهرتها شوية في القوتي ما رحت قباله الموس بقديلوها قباله ما ديروش معوج يعني كنت نقسم معوج شوية من هنا في القوتي بس ها ما عليش تقضيو الطرافية كيو هكذا شغل تقضيو هادي كلي رحت للكم تعودوا ترجعوها هذا ما كان دوك هنستحتها قباله كيف كيف نكمل الضائرة التانية والثالثة والربعة بنفس طريقة قبل نتراسي هكذا شوفوها نتراسيين حقباله متعودوش لموسة تروحوا قباله هكذا من بعد تكملو حتالة الطرف هذا ما كان شوفو الطراسيت تبعوا معي في الصورة هي لا يتوضح لما نهضر شوفو هكذا ابرين مشي الموس شوفوها هادي خرجت لي مليحة نويدا اهلا شتو الجنواز هنا بركة هيتفتت لي خلتها شريحة بزاف هي قدمة روبوزيجنواز مليحة وكانت بتلكم مليلة كاملة سينية من الاحسن نقولكم تانيك حاجة اذا حبيتوا تقطعوها فنهارها ما درتوها صباح حبيتوا تقطعوها فنهارها قبل ما تقطعوها باش ما تفتتش هذي طريقة خدوها من عندي اه بهذيك بالسربية تحت تكون مغلفة ديروها فالتلاجة ديروها داخل تلاجة خلوها واحد نص ساعة وتجبدوها وقسموها ورجعوا لي الاخبر بما تفتتش كامل موالو تقعدوها ايه اكشف تقسموها في كيك هنا يوم بعد تبدوها تقسموها هذه الضوائر نبدأ نشرب فيها هذي طبقة تحتانية قدرتها بسيطة طبقة هذي تكون تحتها قسمتوها هذي الفوق كامل هذيك رجعتها لتحتها بشكين نشرب ما يخرجي السروم من تحتها وهذي اللي يكون مقسموها في الوسط نعم نرجعها في الوسط هذي كبديت نشرب هي قدمة تشربوها قدمة جبنينها شربو قدمة تقدرو خدش يعي تشرب مليح انا قدمة شربت شربت اللي هي حتى زيت عشاك فاكو تنزيد ذوك هنا نحكم اندي كريمة الزبدة اللي خدمناها بيدبق الشوكولة بديتنوزع فيها هكذا على بالي بلي هذرت بزاف مكفي الفايدة ماشي هذرت بش نهضر بالعكس هذرت بش تستفادوا كامل ذوك هنا مهم تومك تكون عندكم الوقت ولا شوفوا الفيديو حتى الاخر على بالي بلح تستفادوا من كل معلومة رأي نمدها لكم دوك هنا ايطالي تبيان كلمة الزبدة تحبو ديروا رقيقة تحبو خشينا انتم ما ما حبيتو زدرت الطبقة التانية هكذا كيف كيف نزد نشربها بالسيرو ولي قلت لكم قبيلة ما كفى عنيش شربت لي بل بزاف لابي قلت لكم ديروا قوانتيتي تتع سيرو دوك هنا زيت شربتها مليح بدأ مسو بيدكم هكذا ملك تكملوا تشربو اذا اشتوها هنا شفاء زيدولها هي تحب لي قدمة تشربوها تشربوها غير شربو مليح دوك هنا ينزيد شوية على الزبدة هكذا كيف كيف نطعليها بيان دي طبقة التالتة حتى نوصل الاخيرة نخليكم مع الفيديو هكذا هنا نقوم بطبقة الأخيرة كما رأيكم ترون لها تخصيصية التي قسمتها الأولة كاملة هي نحرجهاها الفوقة فهمتوني كيف هذا ما كان دوك هنا وش نقوم بمشكل نعبزها ملح بيدي وكيف كيف هذه الفوقة ننزل نشربها كما شربت الضوائر التي كانوا مقبل بنفس الطريقة كيكملتها كامل هنا نوضحها في المجمد تقريبا نصف ساعة بعد ما نجزل لنساعة باش نبدأ نختمو فيها ونغلفوها من فوقها هنا اجازت لنساعة باش يجي الشكل لها الشباب نحو لها ندى شغول ورحوا قبالها هكذا عبد الموست يكون تعمل نشار شوفها تساعدني في الخدمة كي بردت شوية هي لو كانت بردت كتر خيرا أنا علاجت المونتاج ونكملها باش تشوفوها بديت نغاول فوية هكذا يروحوا قبالها نحو لها بركة دوك الأطراف اللي يكونوا خرجين شو حطوا الموست فوقا وبدوا تحبطوا هكذا يجي الشكل ديالها ضائري ويجي الشباب تاني كوها دوك الحاوة في نحيوهم كامل وانا مش مديش ديفاليا كامل شوال دي ديها شابة ديها مشي شابة بدت عمروها شانتي من الأحسن لانا دوك ما ليش خليتها هكذا رحت بديها أخرى ديت نوسكاس تا شانتي نوسكاس تاchar بودرة شانتي مع نوسكاس يكون بارد الملح تاااا تاعل ما يكون بارد الملح ما تتيلي الخليقة بادي LOL سينو بش جيالهم الشانتيية تقيلة تبعوني ملح الدوكاس غير ربع تاع بودرة شانتي مع نوسكاس ما هاي ن losers شانتي الله لازم تكون كتر من المال لا ديروش كيف كيف يا اه من الأحسن Shell تقدرون نوسكاس ما مع نوسكاس شانتي بسح تجيقوا شوي خفيفة بسح كاس غير ربع يكون بارد وطلعوها بالباطر ورجعوا لي الخبر. دوك هنا يا. حكمت هذه الشنطية تعي. ولجا تكون شوية خفيفة ديروها تبرد شوية في التلاجة تحكم روحة بش تغلفوا بها الكيكة. هي الشنطية قد ما تكون باردة. تكون حاكمة روحة. الشكل تلك الكيكاتاكم يجيكم ملح. ما مسي الكيكاتاكم لازم تكون باردة تانيك. بشغل ما تحطوا الشنطية تحكم روحة. مش تقعد تسحلكم. دوك غلفتها من الفوق. ما تكتر الشنطية ديرو هكذا طبقة خفيفة ومشيو. بدأو حكمة كوباتها ديو. وقعت ندور ونمشي. دوك هكذا ديو. وندور هكذا وندور. حتى نكمل كم يقولون فينها بيها. مشي فريمان فريمان. ما ننسيي كيفاش ندير الماكسيمم باش نغطي هديك الجينواز. دوك هكذا. وصيو متكتر الشنطية بتعمروها الشنطية بجدي معمارة شنطية. سوتو من الفوق. ديرو لها طبقة خفيفة شنطية. دوك هكذا كملت غلفتها كامل. دوك شوفوا معي. تزيين اليوم درتوا السامبل. قد السامبل مع كاش. ديشها هكذا يا باش منتزوش تخسروه بزاف عليها شوكولة من الفوق او لا اي حاجة. حكمت ديفلر ولا هكذا شغل تعليد تيش تعليفلر. وبديت ندير هكذا. درتها فضة فليكوتي هكذا درتها سيركل. بعد من الفوق شبحتها ببليفلر. وفليكوتي بليفلر. شغل ببتيت بيازمون كبيرة صغيرة فوقها صغيرة فوقها. ويجي مع مرة بليفلر. دوك هكذا شغل درتها اليوم غير جيها فقط. ده مكان. 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 كفش يخدموها هكذا. بنفس طريقة. بارك يديرو لها ديكور بليفلر. ده مكان. ما يديروش هكذا ما شوكولة ولا ولا. لاير كيك. بين الاحسان اللي يديرو هكذا. بش دلقة طواتي حوم شابة. وثانيك جي في المعقول. دوك هدوة تزيين كم باسط. ما كش حاجة باسطة كما هذي. انا برسوني لما عجبتني. مشي تكون كم يقول مشي شارجي بززاف. وتانيك بدأ دوك اللي فلار نحيوهم وقسموا القطوات عكم تنتكل كامل. ما ترميوا حاجة منها. وهدوك اللي فلار عبدو غسلوهم وخبيوهم في كاش بمبوات. وخلوهم مرة جي تحبوا تخدموا بهم شعف ساحة اخرى ولا تزيينوا بهم. حاجة كما يقولوا براتيك. هادي هي الكاكتين تنهى اليوم. اه تكون بسيطة. على بل يبلك تقدروا كامل سيوها. اي واحدة ما كيتها في البيت. طفلة صغيرة ولا تقدر بديها الكيكة. ما فيها حتى حاجة وعرة. جينواز. خامو بير. بسطها لكم. بسطها لكم بأبسط طريقة. سبدا وشوكولة. وشانتي طلعوها ودما كنتم مادرتوا كيكة بسيطة في البيت. ان شاء الله تفرحوا بها ولادكم. وتعجبكم بل بزاف. خاصة ان الذوق تجي اربع من ما يكون. بك شربوها ملاح. انها بلكعكا مشربة. من حباش النشفة. وعلى هدي هي نقسم لكم قطعة في الاخر. او كنت سنة وكامل من الداخل كيف اجدتني. شوفو كيف اجدت. بقية قابرك. هكذا شوفو بايا. كيف اجدت من الداخل. الشكل التح هو اللي بيحضر على نفسه. نقسم لكم تانيك تشوفو كيف اجدت تلقى وانتحها. الله يبارك. دوك نقول لكم ان هنا يا كالعادة ان يوصل الاخر الفيديو. اذا عجبكم الفيديو تعليو ما ما تنسوش تخلو لي جم وديرو بارداج الفيديو. حك دا يا بش لي حبي يسي ويجرب. يلقى الوصفة هدي ويجربها ويدعي لي بالخير. دوك نقول لكم ان هنا يا تهلوا بالزافر وحديكم. ونتلقوا ان شاء الله في وصفات اخرى عن قارب. مع سلامة. شكرا لكم.